أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي واضيف حضراتكم في هذه الفقرة كابتن خالد علي المنصق العام لنادي سانداونز الجنوب إفريقي زكاً كابتن خالد شرف النور وسعداء جداً بوجودك معنا عشان أعرف أن أنت راجل أهلاوي أصيل ربنا أخليك كابتن شرف ليا طبعاً وجودي في قناة النادي الأهلي القناة اللي بتشرف أي حد مصري موجود خارج الديار زي ما بقوله شرف ليا أننا نكون موجود مع حداك النهاردة وبالتوفيق إن شاء الله أنا أخليك يا خالد كابتن خالد مهم جداً أنا أسألك الأول لربع سن أنا لسه كنت بتكلم معايا بس مش هقول لكم قال لي وبيقولك إحنا وإحنا ده على كلام أنه هو الأهلي يعني مش على حد تاني فكابتن خالد النهاردة أو السنة دي السنة الرابعة على التوالي سانداونز معنا دي الأهلي أنت كنت بتحكيلي حكاية آه كنت بقولك إحنا عشرين قوي أخذنا الوداد الأربع سنين فالسنة اللي فاتت لما كنا بنكلم لما قبلنا نادى الأهلي كنا بنكلم بنقول أنه دي السنة التالتة على التوالي ان احنا نقابل النادي الاهلي قلت لهم لسه فيه سنة جاية اللي هي السنة دي قلت لهم لسه فيه سنة جاية وحتى كان قابل القرعة كنت قاعد مع بيت سلطورة على فكرة انت حجيب سانداونز تاني فخلينا دي السنة الرابعة وبعد كده مش هنقابل لأهلي تاني خلص؟ اه هي دي اخر سنة اذا بقى تعبلنا في النهائي بقى اه يعني لا احنا دلوقتي مش هنقابل بقى في ادوار بعض بعدين مش هنقابل في دور مجموعات مع بعض مش هنقابل في ادوار اقصائية ممكن نقابل نهائي بقى مع بعض اتعرف ان النهاردة كان فيه كسر ربطة كسر ربطة كان القرعة النهاردة فجمهوري الاهلي على الفيسبوك بقى وعلى التواصل الاجتماعي قالك ايه قالك الحمد لله سانداونز موقعش معنا من كتر ما يعني اتعرف بقى بقى عشرين ولكن في النهاية الاهلي وسانداونز فريقين كبيرين الحقيقة ولكن دايما سانداونز بينظر للنادي الاهلي ان النادي الاهلي هو اللي بيخرج غالبا سانداونز اه فعلا انت لو بتكلم على من 2019 بستثناء مباراة تقريبا واحدة فقط اه هي في دور 2019 المباراة الشهيرة اللي سانداونز خرج فيها النادي الاهلي لعبنا السنة اللي فاتت والسنة اللي قابليها النادي الاهلي خرج نادي سانداونز من سوق حظ نادي سانداونز نواب قابل النادي الاهلي زي ما من سوق حظ النادي الاهلي نواب قابل سانداونز في الفترة اللي كان موجود فيها بيتسو وبيتسو خسر من الأهلي في السنة اللي قبل اللي فاتت فهي من سوق حظ الفرقتين دايما حتى الترشحات كانت بيتيجي أن الفرقتين دول المفروض يلعبوا نهائي لأن الفرق بتلعب كرة إذا كان فرقة مبلوز سان داونز بتلعب كرة فريق النادي الأهلي طبعا حدس ولا حرج فكان من الحظ الساي أن حظ السان داونز الساي أنه قبل النادي الأهلي سنتين متتاليتين وراء مباراة كانت شهيرة فطبعا مش بينسوا الطار يلا دلوقتي احنا موجودين وأنا اتمنيت أن احنا نلعب دور مجموعات علشان من عشان بقى خلاص اتعبت يعني كل شوية الأهلي سان داونز فالحمد لله السنة دي كانت دور المجموعات اتمنيتها والحمد لله هي دور المجموعات دلوقتي السنة دي إن شاء الله يا رب ربنا يوفقنا ويوفق إنادي الأهلي نصعد احنا الاتنين إن شاء الله يا رب دا دا أمنيات أكيد على على أرض الملعب بتبقى حاجة غير طبعا مختلفة جدا مجموعة صعبة مجموعة صعبة جدا أربعة أسماء كبيرة جدا جدا خلاص الهلال والمريخ مش دا مستواهم بيحصل أي فرقة يا كبتن إسلام دروب حصل الفرقة دي دروب سنة دي الفرقتين صعبين انت عارف الفرقة العربية الفرقة العربية ازاي بيبقى الدربي بين الفرقة العربية النادي الاهلي خرج الهلال قبل كده النادي الاهلي خرج المريخ السنة اللي فاتت النادي سانداونز خرج الهلال السنة اللي فاتت فهي الموعة صعبة جدا أصعب مجموعة في الأربع مجموعة لو اتكلمت أصعب مجموعة في الأربع مجموعة انت نسا كنا بنتكلم برضه قولتلي ان فريق أمازولو بالمناسبة يعني فريق قوية جدا فريق بيدربه بمكارثي فريق طلعت تيبي مازمبي خرجت تيبي مازمبي بره البطولة فلا فرقة تتحسب ليها وبعدين أنت كمان أنت بتتكلم في ديستنس أنت هتيجي من جنوب أفريقيا هتسافر ثلاث سفريات بره هتلاعب النادي الأهلي في القاهرة هتلاعب الهلال وحتلاعب الهلال في السودان أو هتلاعب المريخ في السودان لأن اسمعت أخبار أنهما بيقولوا حيلعبوا في أسيوبيا فلسه هما الكاف مديهم أعتقد لنهاية شهر وخلينا نشوف هنوصل بغد النظر في الآخر أنت كده كده جاي من تحت الفوق بعيد لو بتكلم عن الفرق دي هي هتروح مرة واحدة هتسافر ثلاث مرات هم هتسافروا مرة لأنه هم هيجوا جنوب أفريقيا مرة مرة إنما أنت هتسافر ثلاث مرات أنت جاي للأهلي جاي للهلال جاي للمريخ فهي مجموعة صعبة مجموعة صعبة جدا لكن في ظل خروج أعتقد منتخب جنوب أفريقيا مش هيلعب يعني في كاس النوم الأفريقية استقلات ناني سانداونز هتبقى الناس كلها هتبقى موجودة أقصد يعني اللاعبين كلهم هايبقوا موجودين مع الفريق خلال الفترة القادمة على عكس النجل الأهلي على عكس الهلال والمريخ هي هي كابتن إسلام لو فكرت فيها هي بتدي سلب وبتدي إيجاب يعني احنا لعيبة بتاعتنا وقفة دلوقتي عندنا فترة راحة أعتقد إسبوعين هنرجع نتجمع يوم 12 يناير في بطولة لاتحاد الجنوب أفريقيا عملها أخذ من كل فرقة خمس لعيبين علشان بطولة تنشطية طبعا كاس الأمم الأفريقية هم مشتركين مش مشتركين كاس العالم منتخب جنوب أفريقيا بره فحاجة تنشطية ليهم احنا عندنا معسكر إن شاء الله هندخل معسكر في مدة أسبوع نبدأ نرجع للعيبة تاني مدينهم أجازة سلبية مدة أسبوعين بالنسبة لعيبة النادي الأهلي لا لعيبة النادي الأهلي مشتركة في دوري في الأفكون دوري أمم أفريقيا وبعدين كاس عالم أندية وكانت طالعة من بطولة كاس العرب فاللعيبة مهلكة مهلكة جدا جدا اللي يفرق بعدين حسب إن شاء الله بإتماننا منتخب مصر المباراة النهائية إن شاء الله بس في النهاية لعيبة بتاعتك مجهدة محتاجة تعمل ريكوفر لأن على طول المواسم متلحمة أن أنت حتلعب على طول دوري الأبطال أنت حتلعب المريخة في القاهرة وحتطلع تسافر تاني وبعدين البطولة دي كابتن الإسلام باكتو باك أسبوع باكتو باكتو أسبوع لأن شهر ونصف هتكون خلاص المجموعة أول أربعة أول أربعة هتقضص هتبدأ اثنين ستبدأ اثنين هتحدى هتحدى 11 أو 12 ستخلصوا واحد أربعة صعب جدا مباريات وعندك بطولة الدوري أنت عندك سفريات غير بينهم الدوري بينهم الدوري وإحنا عندنا نفس الحكاية بينهم الدوري فلأ إحنا ممكن تكون بالسلب لأن لعبتنا رجليها مش في الملعب أوكي وممكن تكون بالإجاب لأن اللعيبة واقدرها صلبية كتير أه النادي الأهلي ممكن تكون بالسلب لأن لعبتو مجهد عدنا تقريبا ساعة أنا روحت قبل القرعة بساعة عدنا نتكلم كتير هو رجل لطيف الحقيقة جدا فعدنا نتكلم قال لي أنت عايز قلت له لا ما فيش أنا عايز هي جاية هو نادر آهل جاية بس مين بقى مع نادر آهل مش عارف بس هو نادر آهل جاية حتى كان عندنا صاحبنا في الكاف مش عايز نقول الاسم راجل مصري شاطر جميل داحك أكيد وابتفرج علينا فداحك قال لي بقولك انا عملت هالك وانا عملش حاجة هو عارف ان هو قلت له لا هي جاية كل الناس كلها حتى بسيط لي ان انا بقى على سبيل الهزار طبعا على سبيل الهزار كلها هزار فقلت له قبل القرع ما ديك قلت له هو لازم نادة الاهل ده مقرد دي السنة الرابعة بعد كده احنا مش حلّع بينادي الاهل خلاص خلاص يا كده خلاص انت خذت كده من اللي حصل مع الوداد الوداد أربع سنين أربع سنين أربع سنين وربع بعد الوداد وأنتو ما قابلناش الوداد من ساعة ما قابلنا الاهل خلص خلاص مع l,-pa حسنا الـ 8 أو الـ 16 فرقة اللي بيبقوا موجودين في دورة المجموعات هم هم معروفين بيستثناء 5-6 فرقة بدخل في 2-3-4 فرقة والباقي هم هم واللي بيوصل أدوان يعني تراجي نجمع أهلي زمالك سانداونز بيخش معاه فرقة من جنوب أفريقيا غالبا كانت كايزر تشيف سنة الفاتح سودان هلال مريخ معروفين الأسماء معروف اتكلم في الجزائر كان بيقى المولودية بس المولودية مش موجود سنة الفاتح دلوقتي شباب بولوزداد وفاكستيف رجع تاني بقوة فرقة قوية قوية لعبت معنا سنة الفاتح ففي فرقة لا انت بتتكلم دربيات وداد رجاء رجاء بقاله كتير بره بيلعب في الكونفدرالية دلوقتي الرجاء رجع لدورة أبطال فرقة عمل مباراجة يدة في السوبر جدا فرقة فرقة تقيلة الوداد فرقة تقيلة انت بتتكلم في فرقة تقيلة الرجاء والوداد الاتنين الوداد مش زي الأول بس راجع وراجع بقوة الرجاء كامل نجوم وفرقة لعبة أخذة كونفدرالية لعبة سوبر كام لا الفرقة قوية التراجي راجع بقوة التراجي التونس راجع النجم الساحلي رجع فالفرقة لا الفرقة قوية دورة المجموعات السنة دي قوي برضو كان مهم اسألك ايه رأيك في اختيار موسيماني سفيرا للاتحاد الافريقي ووجوده في القرع او لسحب القرع اختيار طبعا اختيار مميز مدرب كبير اول حاجة ده مدرب بمثل افريقيا مدرب افريقي اختياره من الاتحاد الافريقي اختيار موفق في النهاية كابتن اسلام انا لو جيت او اي حد تاني جاء ده قرع الناس انا شفت الناس طالع على السوشال ميديا بتتكلم وبيتلوم ليه بيتسو ده مدرب النادي الاهلي مدرب النادي الاهلي يا جماعة الرجل مش شايف قرع دي قرع الرجل الحاجة قدامكو ده خير سفير بدل ما نجيب حد من اوروبا ده مدرب بيضرب في النادي الاهلي مدرب افريقي ليه تاريخ اعتقد انه اخده حساب مدرب في افريقيا السنة اللي فاتت لانه مدرب حاصل على بتولتين دورة ابطال افريقيا فمدرب قيمة وقامة فانت زي ما تجيبهوش انت عندك حد تاني جبته لا اكيد طبعا كان كلها قبل كده نجوم نجوم كورة جات قدمت الحفل الحفل والقرعة فاكيد لا تدي المدرب اختيار موفق ان بيت سمو سماني يبقى موجود في القرعة الناس في جنوب افريقيا بتبصوا للقرعة ازاي او في سانداونز تحديدا والله هو القرعة يعني معروفة من الاول احنا حنبقى في لا احنا حنبقى بوتو يعني احنا في التصنيف الثاني النادي الاهلي تصنيف اول الو ده تصنيف اول التراجي والرجاء فانت طبيعي طوع مع اي فرقة من دول طبيعي يعني كانوا متوقعين برضو ممكن نادر الاهلي النادي الاهلي ممكن يكون موجود معنا يعني كان فيه توقع لهذا الامر اه توقع لان النادي الاهلي في التصنيف الاول فطبيعي انك تبقى في التصنيف الثاني طبيعي تبقى موجود معه برضو المجتمع في جنوب افريقيا وانعرف ان فيه شغف بكرة القدم في جنوب افريقيا المجتمع في جنوب افريقيا كيف ينظر لموسماني دلوقتي بعد ما حقق بوتولتين لكأس لدورة ابطال افريقيا فيه أعلى من سنة يعني والبطولات الأخرى كمان فكيف ينظر المجتمع في جنوب افريقيا لهذا المدير الفني المحترم الحقيقة خلينا نبقى منصفين دي نقلة لأي مدير فني في العالم انه بقى متواجد في النادي الاهلي دي نقلة نوعية من نوعها نقلة نوعية من نوعها انك تجيب الجاب من جنوب افريقيا للشمال يعني فافريقيا كلها يعني احنا قرى واحدة انا 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 عايش في افريقيا طبعا احنا قرى واحدة انا عايش في جنوب افريقيا فالناس بتلوم يعني بيبقى فيه حاجة بسيطة بيبقى يقولك انتو شمال افريقيا ساعات ساعات من بعض من القلة تقولك لا انتو مش معنا انتو مش من افريقيا فانك تنقل المدير فني من جنوب افريقيا وييجي يدرب نادي بحجم النادي الاهلي نقلة نوعية كبيرة جدا السوشال ميديا الميديا هناك لا طبعا الناس نقلة بالنسبة لهم كبيرة جدا ما تنساش دول شمال افريقيا بالنسبة لهم في الكرة هم رائد رواد الكرة موجودين المواهب موجودة تحت بس التفكير عقلية لعبين انتحدات كنت لعيب كبير لعيب العربي مع عقلية مع تكنيك لا بيبقى لعيب عالي فهو انت تجيب النقلة دي من تحت الموهبة تحطها في كرير يعني هتكلم هتكلم انا هنشكر يعني رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ان النظرة دي تكون عندك انك تجيب حد من هنا تحطه في المكانة دي لا اختيار اختيار موفق اختيار موفق بيربط بين موهبة طلع من تحت من الجنوب رابط في قارة افريقيا حد عنده الكاريزمة اللي هو يقدر يقود وقاد في خلال سنة جاب لك بثلتين دورة ابتال افريقيا فأعتقد بالتاريخ اللي هو القصير اللي موجود دلوقتي فأتر بيت سوما سيماني مع النادي الاهلي البطولات اللي حققها لو انت تكلمت من 8 بطولات جاب لك 7 بطولات او 6 بطولات ده اعجاز هتليه مدرب جاب senate 일본 لا براية يعني ما مع النادي الاهلي ماالنادي الاهلي كنت تكون اعجاز بالنسبة للنادي الاهلي اننا جايلك الهتة دي مع النادي الاهلي يجب انت لعيد عندك طموح اعلى من طموح المدير الفني بمعنى أنت حضرتك فيه لعيبة بتيجي النادي الأهلي ما بيسيبش أثر لعيبة موظفين وفيه لعيبة لها أثر زي مديرين الفنيين لعيب ليه أثر المدير الفني ليه أثر ومدير الفني بيعد على النادي الأهلي تعال هاتلي مدربين وقيس أنت لعيب كان لك أثر سبت أثر جيلك كابتن عباد متعب كابتن محمد أبو تريكا محمد براكات اللعيبة العالية موجودة في النادي الأهلي ليها أثر سابت كابت محمود الخطيب ليه أثر حد جاء مر على النادي الأهلي ليه أثر هنا 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 الثقة اللاعيب الموجودة للوقت للمدير الفني اللاعيب الموجودة دلوقتي أنت موجود دلوقتي أنت رايح كاس على مقندية سيب أثر ما تبقاش موظف روح ليه ما يبقاش تموحك نتخل كاس على مقندية ليه الناس هتطلع وتتكلم يا سيدي بطولة وكرت قدم 11 لعد وصد 11 لعد إيه المشكلتك إن بقى طموحك إن أنا ناخد كاس على مقندية إيه المشكلة موسيباني عنده الطموح ده أه طبعا أه طبعا موسيباني عنده أه طبعا وحاجات من ضمن الحاجات أنا مش حاجة تتكلم في تفاصيل إنه هياخد كاس على مقندية حياخد هو عنده أنا عايز ناخد كاس على مقندية عنده الفكرة دي أه عايز يسيب أثر مش كلام يعني لا مش كلام بس أنت تعال سعده إنت كلاعيب أنا متكلمش على موسيباني أي مدير فني يا كابتن إسلام يمسك النادي الأهلي قادر ياخد بطولات باتهل هيأثر في الناس هيبقى الناس تجيب تفكروا الناس كلها بتفكر من والجزئة مدرب النادي الأهلي الناس كلها بتفكر نجوم انت طبعا واحد موجود من النجوم اللي كانت موجودة أثرت في النادي الأهلي تعالى لعيبة الموجودة سطروا أساميكم فيه أرسة جاتلك السنة اللي فاتت في السنة دي ايه مشكلتك خدها اللعب على إنك تاخدها حتى هم مركز تاني لو صعب لازم لازم الفيجين بتاعك يبقى عالي أنا تموحي أنا ناخد كاس عالم أنا عايز ناخد كاس عالم نكون موفق في يومي حناخد كاس عالم ليه لا ايه أنا نكون موفق في يومي ممكن ما نكونش موفق خلاص انت عملت اللي عليك ابزل جهدك والنتيجة بتاعت ربنا فهو الأثر مدير فني لا طبعا هو بالنسبة له نقل لنوعية كبيرة جدا في جنوب أفريقيا لا احنا عندنا مدرف النادي الأهلي خلقا خلينا نجيب حاجة تانية النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي لو بتتكلف الدولة تمانين تمانين مليون مصر تمانين مليون برشلونة الأكبر جمهور في العالم تمانين مليون برشلونة في العالم كله النادي الأهلي في مصر في مصر بس هاد في مصر بس يعني أكتر وأكبر شعبية جمهور النادي الأهلي وبالنسبة للجمهور جمهور النادل آلي اللعيبة دلوقتي اللي بتلعب او اللعيبة اللي جاية قس كل الناس دي مراحل كله بيسلم بعض اجيال بتسلم اجيال الجمهور ده جمهور واعي الجمهور عنده فكر جمهور امتى بيقف ويدعم امتى بيلوم ما بيجيش على حد دايما واقف في ظهر في رقيته انت عندك نعمة انا دايما بيقول انت بتقولوا الجمهور رقم 12 النادل آلي لا الجمهور رقم واحد النادي الأهلي جمهوره رقم واحد أنا بتتمنى طبعا يبقى عندي فرقة عليها جمهور زي ده لو أنا آه لو فرقتي بتتمنى يبقى عندي جمهور زي ده حناخد بيه كل البطولار براند اسم فالاسم ده لما تحط كل المقاومات دي مع إدارة محترفة تقدر توصل الفكر ده للعيبة خلاص الكرة في ملعب كنتو الكرة في ملعب كنتو ادوا بقى ادي اوصل شيل سطر اسمك بحروف من دهب علشان تقدر توصل للي انت عايزه بعدين حاجات دي حتستنى كابتن اسلامي شطر لما هلعد اه دخل بطولة كذا وكذا 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 مع منتخذ هذا تاريخ حقيقة يعني سطر تاريخ انت جات لك الفرصة دلوقتي سنتين وانا بعد سنة اللي فاتت يا سيدي اتسو كاي راحت تعال السنة اللي بعده بقى موجودة هاي يمكن يا سيدي مكتوب انت قبل كده راحت تيبي مزين براح نهائي راحت نهائي الرجاء المغربي راحت نهائي انت مش اقل منهم انت لسه كذبان الرجاء دلوقتي طيب بما اننا بنتكلم عن كاس العالم ايه رأيك في موضوع تعرض للمواعيد ما بين نهائي كاس الأمم الافريقية او قبل نهائي حتى كاس الأمم الافريقية وبداية كاس العالم الحيب ده يوم ثلاثة نادي الاهلي حيلعب يوم خمسة كاس الأمم الافريقية نهائي كاس الأمم الافريقية حيبقى يوم ستة وقبل النهائية حيبقى يوم اثنين فإيه رأيك في الموضوع ده يا خليم أنا موضوع موضوع التعارض المواعيد دوت المفروض المفروض وده أنا أنا متأكد منه الاتحاد الأفريقي لازم أو هو بيدافع عن الفرقة اللي بتمثله طبعا النادي الأهلي بيمثل الاتحاد الأفريقي لأن النادي الأهلي حاصل على دور أبطال أفريقي فطبيعي هو بيقف مع فرقته اللي هو النادي الأهلي أعتقد المواعيد دي هتتحل أعتقد لازم تتحل مين وافق عليها أنت بتدخلني في حتة مش بتاعتي مين وافق عليها هل كان فيه إيميلاد هل كان فيه تواصل هل 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 لا لا أنت عارف تعارض المواعيد لازم يكون في مصلحة النادي دي بطولة بطولة قرية الفيفا اللي بيشرف عليها بالتالي الاتحاد الأفريقي أنا من مصلحة فرقتي لأن أنا عندي دوري بطولة أمم أفريقيا فأنا عندي بطولة أمم أفريقيا اللعيبة دي لو وصلت نهائي إيه اللي هيحصل أنت عندك ستة ستة وثلاثة وستة وثلاثة تسعة تسعة لعبين أساسيين يعني عالي وبدر وقالي وديانج فتخيل لو النهائي مثلا مثلا يعني ما عرفش ممكن يحصل مصر وتونس مصر مالي مصر والمغرب فأنت هتفقد تسعة لعبين تسعة لعبين من الفريق مش حيبه موجودين بنتمنى تدارك الأمر بس أنا من وجهة نظري الاتحاد الفريقي بيدافع عن فرق لأن زي ما قلت حضرتك النادي الأهلي بيمثل الاتحاد الفريقي هنا لأنه هل حاصل على البطولة فطبيعي أن الاتحاد الفريقي مع النادي الأهلي أه الباتي التاني أنا مش عارف مفروض ده طبيعي ده طبيعي أه بس قلت في الآخر عندك الفيفا هو اللي يعني هو المظلة لكل كرة القدم في العالم كله نعم وبالتالي يعني هو اللي حاطت مواعيد مباراة بطولة كأس العالم للإندية هل تشاور معرفش المفروض المفروض تشاور المفروض فيه إيميلايات رسمية بتيجي إحنا هنلعب المواعيد المواعيد دي لأ مش هتناسبنا بيرود اتحاد المصري كرة القدم المفروض يرود لأ إحنا عندنا مواعيد إحنا عندنا بترود أمو أفريقيا مظبوط هل الحاجات دي حصلت هل ما حصلتش أنا عنديش خبر بيها اللي أنا عرفه أنا عرف النادي الأهلي حمل إيه لكن أنا معرفش ناحية تانية برضه يعني زيك زي ما أنت بتقول يعني أنا عرف كويس جدا النادي الأهلي بعت جوابات فاكسات إيميلاد كل اللي أنت عايزه بعتوا للاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي كمان ده أنا متأكد منه واللي أنا متأكد منه إن الاتحاد الإفريقي واقف مع فرقته اللي هي النادي الأهلي لأن هنا إحنا إنا أتكلمش على النادي الأهلي يتكلم على الممثل القارة الإفريقية صح مين ممثل القارة الإفريقية من الأهلي أكيد هو بيهمه إن الممثل القارة الإفريقية ياخد البطولة ولكن فجئنا بأن إحنا مثلاً مباراة المريخ 11 ي 12 مزبوط تخيل أن المباراة النهائية في كاس العالم يوم 13 إفرد الأهلي وصل النهائي فبرضه تحس أنا معرفش فيه إيه بس أنا بقول لك الحاجة الوحيدة اللي أنا ضمنها وعرفها إننا لألي عمل إيه فأنا مش عارف إيه اللي عملوا التحاد الأفريقي معرفش إيه اللي عملوا الفيفا لأنه في النهاية أنت بتشوف بالنسبة لك إيه ورق كالندر يعني مزبوط نتيجة قدامك تاخد منها أن المباراة النهائي كاس الأور أفريقي يوم 6 صح؟ مزبوط دي حقيقة مزبوط بداية مباراة كاس العالم للأداءة يوم 3 نادي الأهلي حلعب يوم 5 مباراة المريخ السوداني 11 ي 12 بناء على الكلب أو النتيجة بتاعت الاتحاد الأفريقي فبالتالي طب هو إيه؟ هو نادي الأهلي هو نادي الأهلي يمكن يمكن هم كانوا حطين لا ما أعتقدش أن هم كان في دماغهم أن البطولة ما تتلعبش؟ ما عرفش لا أنا أنا الاتحاد الأفريقي الناس الموجودة فيه على على مستوى الناس عارف هي بتعمل إيه؟ والدريع على كده البطولات كلها منتظمة آآ كان متهمة كان رئيس نادي جنوب أفريقيا آآ صح؟ يا رئيس نادي سانداونس آآ كان آآ البطولات بس نا راجل رائع جدا للناس كلها بتقول عليه أنه هو واحد من أفضل الناس اللي موجودة يعني في الفترة الأخيرة يعني بصراحة فأنا متوقع زي ما حالك بتقول أنه هو يكون له دور كبير للفترة القادمة إن شاء الله في معرفش إيه اللي ممكن يحصل يعني أنا أنا الحقيقة بعد ما شفت التذاكر مبالح جالي إحباط صراحة أنا أنا أعتقد أنه مش 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 هيقبل أو مش أنا مش عارف تفاصيل زي ما قلت حضرتك بس زي ما قلت لك هو لازم يبقى جنب ممثل القارة بتاعته واضح جدا سواء النادي الأهلي أو أي نادي تاني إكس 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 هو لازم يبقى في صفه لأن أنت بتمثلني إنت القارة الإفريقية متمثلة في النادي الأهلي اللي هو بيلعب بإسمها فأكيد الاتحاد الإفريقي معاه أكيد معاه التفاصيل التانية بقى محدش عارفها مش عام دينا أه ما أنا بقولك الحاجة الوحيدة التفاصيل اللي أنا عارفها إن النادي الأهلي عمل كذا وكذا وكذا دي أنا عارفها ومصر كلها شايفها وعارفها لكن أنا معرفش الاتحاد الأفريقي عمل إيه معرفش ولكن الحقيقة كل الكلام اللي بيتقال على الاتحاد الأفريقي ورئيسه نهما ناس محترمة جداً وعايزين يعملوا حاجة من نادل أهلي لكن إزاي يعملوها حتى هذه اللحظة نستنى الأيام الجاية ونشوف حتى هذه اللحظة يعني إنت تزاكر تنزل تتلغي تاني تتلغي وتتعمل تزاكر تاني عادي جداً مضبعة مش مضبعة ده إنترنت ده أونلاين كمان مشكلة هنعمل فيها يعني نضع أمالاً على هذا الأمر إن إحنا ممكن الله أعلم ممكن إلي يحصل خلال الفترة نرجع تاني لدور الأبطال خلينا بدور الأبطال أحسن واسهل بني وبينك المجموعات الأربع مجموعات شفتهم إزاي يعني بعيداً عن طب الأهلي وسانداونز والهلال والمريخ المجموعة صعبة جداً ودي تكلمنا فيها ثلاث مجموعات التانية شايفهم إزاي المجموعات بس لو تزرع ولين المجموعات يا سامير لو سمحت ده إنت هتجيب لي المجموعات كده مش هنشوف هتلي المجموعات أهلي وسانداونز عدينا الرجاء حرية كوناكري فاكسطيف وأمازول المجموعة دي قوية جداً الرجاء فرقة تقيلة حرية كوناكري صعب جداً على أرضه من غينيا وفاكسطيف معروف أمازولو الحصان الأسود في البطولة دي انت متأكد منها فرقة دي كويسة جداً يعني احنا لعبنا في الدوري لعبنا عطاق 18 مباراة مخسرناش ولا مباراة خسرنا بينهم هما بس فرقة تقيلة وتقيلة على أرضها ان مش بتلعب في جوهانسبرج بتلعب في ديربن 500 كيلو فانت بتطار بتنزل بتاخد طيارة والأجواء هناك الأربع فصول السنة بيجوا فيهم فده صعب أجواء صعبة نيجي لي جروب سي تراجي تونسي النجم السحلي الشباب بلوزداد لها ثلاث فرق عربية ومعهم جوانين جالاكسي جالاكسي طلع سيمبا التنزاني جوانين جالاكسي اللي احنا كسبناه السنة اللي فاتت سانداونس كسبوا 2-0 في بوتسوانا وكسبناه في جنوب أفريكا 3-1 فرقة كويسة مش بتطالة على أرضها والشباب بلوزداد كسبناه خمسة في في الجزائر نو كسبناه في تنزانيا وكسبوناه في جنوب أفريكا 2-0 طبعا الديربي حيبقى موجود التراجي التونسي والنجم السحلي فرقتين قويتين جدا 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 الوداد الزمالك أتليتكو و الفرقة الرابعة برضو الفرقتين من أنجولا فرقتين من أنجولا الموضوع صعب للفرقتين حيكون للوداد والزمالك لو بنتكلم بأسماء أعتقد الوداد والزمالك هم اللي هيترشحوا من المجموعة دي المجموعة التانية أعتقد برضو التراجي والنجم السحلي بس مش عايز برضو نسيه بشباب بلوزداد لأن فرقة كويسة بس السب منهم نجم بتاعهم أمير سعيود مش السب الفرقة فأعتقد تلت تربع أو ربع الفرقة التقلي بتاعها ميشي اللي هو كان الهدف بتاعه مسانا اللي فاتت يبقى هنا ناخد التراجي والنجم السحلي لو هنتكلم في الفرقة المجموعة بي اللي هي أصعب مجموعة أنا شايف بعد الناد الأهلي وصاندونز حيبقى الرجاء وفاكس تيف حيبقى مش سهل حورية كونكري مش سهل أمازولي مش سهل ممكن أمازولي يخطف نقط من برة فالمجموعة دي صعبة نمر واحد فيها أنا بنتكلم في الرجاء المغربي أي فرقة تانية مش متوقع مين اللي تسعد منهم مجموعة بتاعتنا واللي هي صعبة بقى مجموعة الموت تكلم في النادي الأهلي أربعة أسماء تاريخ كبير جدا لأ مجموعة دي صعبة أنا بنتمنى النادي ساندونز والنادي الأهلي بس التمنيات مش دايما بالضبط هيا انت في يومك هتعمل ايه واللي يكون موجود بقى زي ما تيج آه آه يعني في الآخر أنا تمنى أننا نشوف كل الفرق العربية والإفريقية الحقيقة بتعمل حاجات مؤثرة لأنه دولة أبطال أفريقيا أصبح مختلف قول جدا البعض بيشوف أن دولة أبطال أفريقيا يا خالد قليل إيه رأيك في هذا الكلام لا 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 انت بتتكلم في بطولة الفائز بتاعها بياخد 2.5 مليون دولار أوكي انت بتورز الدورة عندك بتاخد كم دورة مصري نعم مش لازم أقول لك 40 مليون 40 مليون جنيه هنا لا أنا مش عارف معلوماتي ولا أنا بكلم بجد مش كمحظ يعني مش لازم بتاع نقول 40 مليون 40 إيه أقل فيش الكلام ده أقل في الدورة أه لا الدورة تتخذ الدرعة لا قولي أقل أو أزل بجد بتخذ الدرعة والله والله بجد لأول مرة تحدث أو معرفش برضو صلحولي يا شباب يعني أنا اللي أنا فاكري أنا كنت بقرة في الموضوع ده من كم يوم بقرة في الموضوع ده من كم يوم إن كاسر رابطة اللي هو تعمل استحدث هذه الأيام وهيتعمل هيتلعب اللي هيحصل اللي هيكسب كاسر رابطة هياخد مليون ونص مليون ونص جنيه جنيه آه أوكي طب بس عشان خلينا في الدورة خلينا في الدورة آه خلينا نتكلم ماديا آه أوكي ماديا أنت بتكلم 2.5 مليون دولار في بطولة أنت لعبت ماتشين هتلعب 6 مبوريات هتلعب ماتشين 14 ماتش ße 14 ماتش 14 ماتش نتكلم دولي أبتال أفريقية كلها على بعدها 14 ماتش سفريات أكيد مديا أعلى هي أيام أنا كتربعتاشر لا هي أقال دلوقت تتكلم به وستة هذه تمانية واثنين 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 چLo نذهب قيام في حيان 14 مباراة بتاخد 2.5 مليون دولار وبتطلع تروح كاسر العالم الأندية بتاخد فلوس كل مباراة بتاخد فلوس فأكيد بطولة مهمة ومهمة جدا تعال بقى للدوري المحلي في أي دولة الدوري المحلي حنا عندنا بتاخد فلوس بتاخد الدرع وبتاخد فلوس الدوري المحلي هنا موجود انت بتلعب سنة من سفريات نقط حرق دم جماهير طبعا فرقيتك حرق دم جماهير يعني فرقيتك بتكسب أو بتخسر بتلعب بره وبتلعب جوه سفريات فنادق كل ده لا أكيد دوري أبطال إفريقيا أقوى بس اللي بيصعبك لدوري أبطال إفريقيا هو الدوري الدوري المحلي الدوري المحلي فالمفروض الدوري المحلي الكلام ده بتجري المقارنة ما بين الدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بين الاتنين دوري أبطال إفريقيا أقوى الدريع لكده 2.5 مليون دولار دوري الكونفدرالية مليون دولار هنا بيساعدك كاس عالم أندية هنا بيساعدك للسوبر الإفريقي ماشي السوبر الإفريقي أنت أصلاً ما كسبوا كام السوبر الإفريقي 200 ألف دولار يعني ببراه واحدة 200 ألف دولار فأنت بتتكلم مادياً أنت أصلاً الرنكم بتاعك كفرقة دوري أبطال مادياً دوري أبطال النجوم اللي بتتحطي على الأميس من دوري أبطال يعني أنت كل دوري أبطال بتاخد به نجمة عشر دوريات محلية بتحطي لك نجمة صح فرق إيه؟ فرق شاسع كاس سوبر بطولة بطولة بس في النهاية مش بتحطي نجمة على التشيرت بتاعك فكل ده مديات كل ده فلوس عائد للنادي حاجات طبعاً تسويقية عالية جداً بيجيلك سبونسور لا طبعاً تفرق وتفرق كتير أولاً دوري الرقم واحد دوري أبطال فك برضو قبل أنهي معاك الفقرة دي فقرة ممتعة الحياة آخر برسي تاو برسي تاو الناس شايفة تبصوا في الساعة لي عايز تمشي؟ لا 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 أنا خلي بالك أنا أيها لا 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 برسي تاو شايفوا إزاي دلوقتي مع نادي الأهلي برسي تاو أنتو ما شفتوش واحد على عشرة لغاية دلوقتي؟ آه أوكي كاتجري لعيب أعلمي هو طلع من عيني طلع من عيني؟ آه لا بس دا في الأهلي بس دا في الأهلي على عيني وعلى رأسي بس هو طلع من عيني آه لأ بيسي يا لعيب عالي بيسي زي ما قلت لك ما جابتش واحد على عشرة يا آه فالأيام حجيب بيسي كان معايا بيسي تاودي بيسي تاودي مداش واحد على عشرة يا يعني دا لما يدي خمسة دي هتبقى قصة جيدة لا لما يدي خمسة بقى يلعب لوحده يا أه آه يتمنى بس ان هو ما يسمعش كلام دا عشان لا مش هيوصله إن شاء الله أوكي معانه بيتفرق أنا عامل معايا حلقة من أسبوعين هنا في البيت الكبير أوكي مش عايز أقولك عملت ايه الحلقة لا 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 هو كمان لطيف جدا لا بيسي عالمي ودحكته حلو قوي لا عالمي حاجة كده يعني وبعدين جاي أقوله ماشي ماشي كذا ماشي كذا لا 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 هم ناس فاقية ما يتخيروش عن الناس موجودة عندنا انبسطت لما يجي النادي الأهلي بعيدا عن المنافسة ما بين سانداونز والنادي الأهلي لكن أكيد كالعيب أه أكيد كالعيب على فكرة وكان المفروض يجي النادي الأهلي من 2016 من 2016 أوكي قبل ما يروح إنجلترا قبل ما يروح إنجلترا أوه رحيب أسعر أعلم من كده هاااااااااااااااااا أه سواء العيب عالي أه أتمنى يا رب ربنا وفقه يبعد عنه الإصابات لهن أقري على العيب يعني كانُ في موجود معايا غير أنه موجود ل matériانيت لذا ما قلت على المستوى الإنساني الناس دي يعني أنا أعيش معهم بقالياً 20 سنة اللي الشايليين علي كفوفوا الراحة فقت علمنا أهلا حاجة أنا أقدمها لهم لأ حاجات عالية اه حتى تشوف دي حاجة عادية تشوف الجوني بتاع الكاس السوبر كاس السوبر التمويه اللي عملها غير طبيعية لا 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 غير طبيعية وخلي بالك يعني في الملعب يفهم أكتر من أكتر يعني اللي عمله ده صعبة جدا أنا أي حد عيجو جاهة حتى لو أنا بلعب بشمالي هحطها اللي هو عمله ده تفكير قليل على لعبين قليلين اللي هو بقى إيه خد الثانية والاثنين التفكير الزهني مع العضلي مع الحركي لا 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 هيتطور أكتر من نجة نظرك مع بيتسو ولا مش فارق بيتسو أو غير بيتسو أو غير بيتسو هو لعيب عالي هو لعيب عالي مع بيتسو أو غير بيتسو هو لعيب عالي على فكرة هو نفسه قال كده وهو معنا ولكن مش مرتبط ببيتسو عشان أنا مرتبط جاي نادي الآن طبعا الكيميا هتشتغل بس هو لعيب هو في النهاية ده لعيب كرة كابتن إسلام محترف حال عفق أي مكان نقلة لي نقلة حتى لو كان جايب إنجلترا حتى لو نقلة مفيش فرق كبير إنجلترا طبعا حاجة بس خلينا إن إيه نجيبها الفرق اللي هنا جماهريا أعلى طبعا جماهريا أعلى انت الناس كلها بتشوفك أنت كنت بتلعب هناك بعض الأوقات ما كنتش بتلعب أساسي هنا في النادي الأهل أنت بتلعب أساسي بدأ اسم كلمة تاني وأعتقد بسي توا حيرجع تاني أوروبا حيرجع فعلا أنا عايز أقولك إن في الحلقة بتاعته رجبت هوجو بروس الموديل الفني لجنوب إفريقيا قال له أنا مبسوط نفس كلامك تقريب أنا مبسوط أن أنت سبت إنجلترا وجيت النادي الأهل قلني أعايز يلعب هو في نهاية لعيب كرة يلعب هو عايز يلعب جاه بس أنا بنقولك بسي هيرجع تاني أوروبا هيرجع على النادي كبير ده عن 27 سنة وإيه عن 27 سنة مايرجع هو عن 30 سنة فعلا المشكلة المشكلة العيب يدي على فكرة السن في جنوب أفريقيا أنا بقولك كل اللي تقلع على بيتس لا 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 أصل هو لما جي أنت في النهاية في النلعب يا كابتن إسلام أنت حضاك خلاص كرة إمتى 36 36 36 ما يدي الـ 36 إيه مشكلته على فكرة النطج الكاروي لا هو جسمه إيه آه النطج الكاروي بعد 30 أنا بالنسبة لنا أنا حمسل عندنا ده الوقت تمبا زوان تمبا زوان 31 سنة لعيبة عالمي آه تمبا زواني من الكوتشز كوتش منجوبا وكوتش رولاني لا تطوير من لعيب تمبا زواني يعني لا لعيبة هالي نتكلم عن لعيبة جايبين لعيبة حتى لا لعيبة مهرية لعيبة عالية الهيد كوتشز برضو بيشتغلوا على لعيبة فيه كيميا مع لعيبين أوكي تقدر توصلك لأماكن اللعيب لو عنده طموح يوصلها ويوصل لأبعد منها كمان بس من النوعية دي من اللعيب اللي كان نفسك يبقى موجود في سانداونز من الموجودين دلوقتي في ندلالي أنا؟ آه أنا كنت ابنتة أفشا 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 أين هل افشا مرهق بيلعب دائماً بيلعب كتير إذا أنت بتلعب على حساب نفسك فأنت غلط g لو أنت مرهق أشرح لا ياتي قول أنا قادر مش عيب بس ما تظهرش إن الكوتش مستبعدك عشان مستوى فاني أنت أعلى وأعلى من كده وأنت لعيب أساسي في منتخب مصر والنادي الأهلي لعيب عالي أفشل لعيب عالي جدا 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 فلما تلعب وانت مصاب أو لما تلعب وانت مرهب ده بيقلل منك فبالتالي أنت جيت أهو استبعدت من المنتخب كنت رتمنى نشوفه في منتخب مصر في بطولة كاسر أمم الأفريقية اللي جاية أخيرا لو عايز تقول أي حاجة خالد يعني الحقيقة حلقة ممتعة جدا معاك وكلام جميل جدا ومحترم مع شاب رائع الحقيقة بشكرك طبعا على وجودك معنا ولكن لو عايز تقول أي حاجة الجمهور الأهلي للنادي الأهلي للسانداونز أي حاجة عندنا الحمد لله الناس عارفة كلها سانداونز طبعا بنحب نشكر جمهور سانداونز نادي سانداونز كوتش منجوبا كوتش رولاني كوتش ستيف كوتش ويندل الهيد كوتشز اللاعبين الإدارة مجلس الإدارة الناس اللي عندها ثقافية الناس اللي احتضانيتني الناس اللي شايلاني طبعا ده الولاء الأول والأخير ليهم الناس دي أنا متشكر ليهم جدا وأنا موجود معاهم وإن شاء الله يا رب نبقى عند حص نظرنهم لمالا نهاية أنا البلد دي بنحبها وأنا موجود فيها ومتعايش وعايش فيها الأمنية التانية هو ما فيش جر أمنية واحدة الجمهوري النادي الأهلي أي حاجة الناس دي زي ما قلت قبل كده اللي بيمشي جنب صور النادي الأهلي بيتشهر أنا كانت الشهرة بتاعتي من الدحكة بتاعة بتاعة القرعة السنة دي قالوني أنت ما كنتش بتضحك جابولي صورة أنا ما كنتش بنتضحك عكس القرعة أنا كنت بنتضحك مع بيتسو قبليها بس عشان تبقوا أنتوا عارفين اللقطة دي جت أنا كنت متعمد إن أنا نقين بين هذكو كده فلا أنا الناس دي دايما معايا وفي ظهري وبجد بجد بجد أنا بنشكرهم خليكم دايما مع فرقيتكم أنتوا اللعيب رقم واحد طبعا ما عنديش كلمة تانية أنتوا اللعيب رقم واحد نشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على فعلا المباني الإنشائية أنا شفت أنا كنت في النادي الأهلي في الجزيرة وروحت مدينة ناصر بسم الله وإن شاء الله ما أتردش تجمع تجمع فيه شغل جامعة جد لا حاجات حاجات بجد 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 مدينة ناصر مجلس إدارة شغل زي أنا شفت الاتنين المطاعم لا بسم الله إن شاء الله شيء مبهر ومن برنامج بتاعك بقى علشان في مطاعم الدنيا لزيزة هناك حبي نشكر لحاجة ناجي شلبي طبعا أنت أكيد عارفه مطاعم بتاعته هناك عالميا كل يوم ياخدني مشوار لحد هناك ورجعني فدي لزيزة يعني إن شاء الله نشوفكم على خير تقابل إن شاء الله يوم 25 و 26 إن شاء الله تقابل في النهاية أخيرا لو حبيت تقول حاجة البيتسو موسيماني يتعلم ما أريد أن أقوله حسنقوله في التليفون مش هتقوله قدام الناس قال إن هو عارف أنا هقوله طب ما تقول لنا هيوصله خلي بالك أنا هنقوله لا وهمش هصدقك هصدقنا أوكي كويس جدا لا لا ما فيش بيتسو نتمنى أكيد يعني نتمنى إن شاء الله الحاجة اللي أنا عايزها واللي أنا بنتمنى إن ياخد كسر العالم اللي أندي كسر العالم اللي أندي آه أوكي وإن شاء الله هو فاكر فيه حاجات حصرت بينه وبينه فنقولها بعد ما إن شاء الله يا رب إن شاء الله ياخد كسر العالم اللي أندي دي بطولة وهو ممثل الخارة الإفريقية بنتمنى أن ياخده قلنا في ظهره آه في كسر في دورة أبطال إفريقية بقى نتمنى إن احنا نتنين نصعد نهائي وسان داونز يكسب النادي الأهلي في النهائي هعدها لك هعدها لك بس كلام لكن في الآخر أنا عارف نتنين نهائي قلبك نتنين نهائي خلينا نوصل نهائي وبعد إنه هناك حلقة داونز أنا شخصينا أتمنى الأهلي اللي ياخد البطولة أنا بذكرك جدا أنا خلل على وجودك معنا وشرفتني ونورتني والحقيقة مثال لشاب مصري بيعمل شغله من خلال وجوده في نادي كبير الحقيقة ونادي محترم نادي سان داونز وخير مثال لشاب مصري بيشتغل في جنوب إفريقيا بقاله فترة طويلة جدا فأنا بشكرك جدا على وجودك معنا شرفتنا ونورتك حبيبا كبتن شكرا جزيلا لكابتن خالد علي منصق لنادي سان داونز منصق الإعلامي لنادي سان داونز لا منصق العام منصق العام منصق العام لنادي سان داونز اللي هي الجنوب إفريقي أنا بشكرك طبعا على وجوده معنا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل النجمين الكبيرين كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن أسامة عربي بعد هذا الفاصل